جامع النوري والمنار الحدباء في الموصل خربها داعش بتوجير الفكرة بسيطة وواضحة إعادة بناء هذا المعلم الذي يمثل ذاكرة أساسية لأهل الموصل وللعراق ولتاريخ العراق بني على أساس تبرع إماراتي بالأموال وتنفيذ من اليونسكو وإشراف من ديوان الوقف السني ووزارة الثقافة التي هي العامة الآثار والتراث هذه هي الحزمة من المؤسسات التي ترعى إعادة بناء جامع النوري والمنار الحدباء اليونسكو مؤسسة ضخمة لديها خططها وطريقتها في العمل ما نسميه البيرقراطية الخاصة فيها وبدأت العمل حينما بدأت العمل في الوزارة كان المشروع متلكئا لأسباب خلاف بين الوزارة واليونسكو وفي تقييم العمل والأداء وكيفية صرف الأموال وكذا كذا العراق في هذه الحالة هو لا يصرف الأموال هو مشرف على ما ينجز مع ديوان الوقف السني والأموال تبرعت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمنفذ هو اليونسكو أنا بخبراتي بالعمل مع المؤسسات الدولية أعرف أن هذا النمط من العمل في مؤسسة ضخمة مثل اليونسكو يتخذ هذا المسار على مستوى أصوليات الصرف وطريقة التخطيط واستضافة العلماء والدراسات هذه تستغرق أموال وتحتاج وقت وكذا كذا كنت إيجابيا منذ البدء وأطلقت العمل بعد أن كان متوقفا لفترة أطلق العمل نفذ صارت مسابقة هي هذه الطريقة التي تقترح التصميم للمكان هذا وإعادة تأهيله مسابقة يدخل فيها مصممون معماريون عالميون واللجان حيادية الجدل وين صار؟ الجدل أنه ما قدم أو المشروع الذي فاز لشركة مصرية يبدو أن هناك بعض المعماريين العراقيين يرون أو يقيمون اعتراضا على أنه لا يمثل ذاكرة المدينة ثقافتها اعتراض متخصص هنا وهناك أنا متآلف مع هذا النمط من الاختلاف الرأي سواء في قصيدة شعرية أو في نص روائي أو في بناء معماري هذا متآلف وياه لكن أنا على كامل الثقة بأن احترازات اليونسكو في اختيار الشركات وفي الإجراءات المتبعة لعرض هذا المشروع أمام المسابقة العالمية والمحكمين الدوليين المحترمين الموجودين أننا خلصنا إلى نتيجة معتبرة وأصولية